عصفة ثلجية ضربت مناطق شمال غربي سوريا ومع بداية هذه العصفة بدأت الأضرار في المخيمات والتجمعات العشوائية نحن الآن في مخيم السلام في جبال باريشة على الحدود السورية التركية هنا بدأت تتشكل كميات من الثلوج على الخيام في هذه المنطقة هنا الأطفال فرحة بهذه السلوج في هذه المنطقة في مخيم السلام لكن على الطرف الآخر من فرحة الأطفال نجد هنا الأهالي مجتمع حول هذه الخيمة التي سقطت بسبب الثلوج وتراكم هذه السلوج هنا في هذه المنطقة كما نشاهد الحمل الثقيل الذي كان على هذه الخيمة أدى إلى سقوطها فوق قاطنها نشاهد وقعت بشكل كامل نتيجة هذه السلوج طبعا عدة خيام هنا في هذا المخيم سقطت بسبب الثلوج يخبرنا هنا الأهالي أيضا نلتقي هنا مدير مخيم السلام ليطلعنا أكثر عن واقع هذه الخيام وما الذي حدث السلام عليكم عامل تحكينا اليوم صار في عنكم أضرار بالخيام مع بداية سقوط الثلوج تحكينا عن مضع هذه الثلوج والله يا أخوي هذه الثلوجة بلشت العاصفين حنبارح بالليل تفاجأ قعدنا الصبح لتجاري مباشر خليل أبو إبراهيم طلعت بالليل ونعبي صيحوه طلعوا واقع الخيمة عليه هون أي وحسبنا اللهم يعني متماك شايف يعني إليك الإغراض هون تركوها كلها تحت الخيمة ومش اللعن بيت أخو الله لهوني الخيامنا كتير تعباني والله صار أربع سنين ما استبدلناها يعني خيام أربع سنين بمر عليها الصيف وشتيه أمور منتهي والله نحن بحاجة كتير يعني إلى وضع الخيام والاستبدالها بشكل ضروري وحتى بحاجة إلى يعني تدفئة ضروري والله صار معنا في الليل الساعة 12 بالليل بلش صعوط الثلج والليل كله ما نمنواقفين وعم ننزل الثلج من فوق الخيام خوفا على أولاد الصغار وطلع نهدد فوقنا الخيمة فوق الأولاد وفوق الأكل وطعام نطلع شون صار فينا وحالتنا كئبة وسيئة نرجو من أهل الخير والفعلين الخير هخيوة القائمين على الأمور ينظرون بعين الرحمة بدنا أسعاف سريع بدنا خيامنا مشققة صالة أربع سنوات أوضاع إنسانية قاسية تعيشها الأهالي هنا في هذه المنطقة بالتزامن مع ضعف في المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات المحلية للأهالي إبراهيم سويت في الزون سوريا مخيمات الشمال السوري ريف إدلب